محمد سعد. تعلمة الانجليزية مع مستر محمد سعد. تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي يضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي من فوق الصفحة الرئيسية. الفيديوهات قوائم التشغيل. يضغط على قوائم التشغيل هتلاقي الدنيا متنظمة. اختار الفيديو اللي انت عايزه. اختار الجرامر اللي انت عايزه. اختار الصف اللي انت عايزه. تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي الناحية تانية كلمة اشتراك لونها احمر. يضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي جرس زهر كده. اضغط عليه. لما تضغط عليه هتلاقي كلمة كل من فوق. او اه اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي جرس عمل كده. معناها ايه الكلام ده? معناها انك فعلت الجرس. معناها اي فيديو جديد احنا بنعمله. هيزهر عندك في الموبايل على طول لو انت مهتم بالفيديوهات التعليمية. النهاردة الصف السلسة الاعدادي. خلاص مراجعة الامتحان. ان شاء الله هنحل كل اسئلة اسئلة الكتاب المدرسي اللي هي موجودة في في الورك باكة عندنا. هنشتغلها كلها ان شاء الله مع بعض. هنحل وحنعرفك ازاي تحل بطريقة سهلة وبسيطة. المرة فاتت خدنا سؤال محادسة وعرفنا ازاي نحل سؤال محادسة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هرجع الفيديو اللي فات. النهاردة هناخد سؤال المواقف. خلاص? اللي هو السؤال التاني في ورقة الامتحان. لاتس اجيل استارتت كده علشان متضيعش وقت. بيقول لي number two طبعا في الورقة الامتحانية. بيقول لي write what you would say in each of the following situations. يعني اكتب. هتقول ايه في المواقف اللي جاية دي. هيجي لك طبعا three situations. تلاتة. احنا عاملين ستة النهاردة مزودين شوية طبعا عشان ايه ناخد اكبر قدر ممكن. هيجي لك تلاتة اسئلة مواقف. situations. هتحل ازاي? هتقرأ المواقف كويس. تقرأها مرة اتنين تلاتة بهدوء. واترجمه. وفي سؤال situations المواقف بحط نفسي مكان الشخص اللي بيتكلم. انا زي ما هو عايز انا حسأل يا ام حجاوب. خلاص? انا حسأل يا ام حجاوب. اقرأ المواقف كويس وترجمه. كلمة كلمة. انا انا مش بستعجل. خلاص? يلا كده هنا مبروان بيقول لي ايه? you have just finished the hardest test that you have ever done. your mother asks you how the test was. حرام مرة اتنين تلاتة في الامتحان بهدوء اترجمه. انا مش عارف حاجة. واحدة واحدة. كلمة كلمة. انت لسه مخلص اصعب امتحان عد عليك. your mother امك بتسألك الامتحان كان عامل ايه? خلاص? بترجم واحدة واحدة. ترجمته كده مامتي بتسألني I am going to answer here. خلاص? ممكن يعني احتمال في اسئلة كتير في المواقف. هتلاقي الاجابة موجودة في المواقف نفسه. يعني هتلاقي الاجابة كلها ممكن جزء من الاجابة. هتلاقي مفاتيح. هتلاقي كلوز عندك الحل. خلاص? اهو بيقولك هنا your mother asks you how the test was. هنا بيقولي you have just finished the hardest test that you have ever done. اهو بيقولك اصعب امتحان عد عليك. ممكن you تتحول ل I وتشقل بالدنيا وتحل. اهو ممكن تقول I have just finished the hardest test that I have ever done. ممكن تقولها كده. ده لسه مخلص اصعب امتحان في حياتي. يتتحول ل I. ده اجابة ممكن تقولها it was extremely difficult. كان صعب جدا. it was hard. كان صعب. it was very hard. it was very difficult. خلاص? عندي بدائل. انا عرفت انها كتب ايه فبكتب على طول. خلاص? تعني كتبها كده مع بعد. it was. اهو اللي قاب. it was very hard. كان صعب جدا. خلاص? زي ما احنا قولنا ممكن اكتب I have just finished the hardest test that I have ever done. ممكن اقول it was the hardest test that I have ever done. عندي alternatives. عندي بدائل للحل. الدنيا سهلة وبسيطة. خلاص? اوكي. تمام. number two. you are taking a bus from Cairo to Alex. you want to know how long you will spend on the bus. قرأت الموقف. طبعا انت الحان هتي قرأه مرة واثنين وثلاثة لحد الدنيا تفكي معك. خلاص? وتحط نفسك مكان الشخص اللي بتكلم. ترجم يلا ترجم واحدة واحدة مع بعضها. مش عارف حاجة. انت بتاخد الاوتوبيس من القاهرة للاسكندرية. انت تريد ان تعرف المدة اللي هتقضيها في الاوتوبيس. اهو. الاجابة هي. في جزء منها how long? يبقى انت حتسأل. حتسأل المدة اللي بياخدها الاوتوبيس كام? المين؟ طبعا من القاهرة الاسكندرية. يبقى انت حتسأل السؤال مباشرة على طول. تقول ايه؟ اهو. how long على طول يبقى باستخدمها. يبقى how long؟ الدنيا سهلة وبسيطة. how long؟ انا بكون سؤال. ايه كانت تكون السؤال؟ انا استفهام. فعل مساعد. فاعل. 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 يبقى استفهام. how long? how long? ها. الاوتوبيس ياخد داز عطوشها مفرد. يبقى how long? does the bus take? ممكن اكتب how long does the bus take from Cairo to Alex من القاهرة الاسكندرية. المعنى متضمن. عارف بتكلم عن ايه فخلاص ايه الدنيا سهلة عنده وبسيطة. اوكي؟ تمام. number three. you want to go to the beach today. but لكن. your parents say that it is too windy. تعال ان ترجم كده مع بعض. طبعا انت احديق رسؤال مرة دونين ثلاثة. بنراحة وهدوه وتترجم. وتحط نفسك معين الشخص ايه اللي بيتكلم. انت تريد ان تذهب الى الشاطئ اليوم. عاوز تروح الشاطئ النهاردة. but لكن. your parents والديك بيقولوا ده الجو ايه عاصف جدا فيه رياح جدا. two هنا معناها اكثر من لازم. الجو ايه فيه ايه عاصف يعني ايه وفيه رياح شديدة جدا. what you will say. والدك بيقولك يا ابني الجو النهاردة العاصف ايه ريح شديدة جدا. هتقولهم ايه. عندك alternative الحل. عندك بداء الحل. ممكن تقول ايه. i wish that it wasn't windy. اتمنى ما كانش الجو يكون عاصف. ممكن تقول ايه تاني. خلاص انا حاعد في البيت. okay i'll stay home. عندك بداء الحل الدنيا سهلة وبسيطة. خلاص. ممكن تقول اي حاجة انت عايزها مناسبة suitable to the situation. مناسبة للموقف طالما انت فهمت الموقف كويس. وعرفت انت حتسأل ولا حتجاوب. الدنيا هتبقى سهلة. يبقى حنقول ايه. ها. i wish. وقالة مهمة جدا اللي هي بتاعت ايه. i wish دي اتمنى. i wish ايه. that it was not windy. اتمنى ما كانش ايه الجو يكون عاصف. ممكن اعمل another answer. okay i'll stay home daddy. okay. يعني ايه معناها خلاص انا حاعد في البيت. انا حاسمع كلامكم. i am going to i will follow your instructions. خلاص. يبقى حقول ايه. okay. i will stay home. حاعد في البيت. طبعا كلمة home يعني المنزل لما تيجي مع فعلة. ما حطش حرف جر بينهم. stay home. return home. arrive home. go back home. وهكذا. خلاص. يبقى كلمة home ما تاخدش حرف جر معها. ده جرامر مهم جدا. امتى تاخد حرف جر لما اقولها انا في البيت. i am at home. اوكي. طبعا. عني بدائل الحال. في alternatives. number four. you visited England in the winter. انت زرت انجلترا في الشتان. it was the coldest place that you have. been. يعني كان ابرد او اسقع مكان انت روحته. a friend asks you. صديق بيسألك. انت حتجاوب طبعا. what the weather was like. الطاكس كان عامل ايه. ممكن تلاقي الاجابة في الموقف نفسه. صديقي بيسألني انا حجاوب. اهو الاجابة هي موجودة. it was the coldest place that you تتحول لآي. i have been. كان اسقع مكان روحته. ممكن اكتب بناء على فهم الموقف. it was extremely cold. كان ساعة جدا. it was very cold. وهكذا. خلاص. الدينية سهلة وبسيط. ممكن اكتب. it was the coldest place that i have been. خلاص. اكي. الدينية سهلة. it was very cold. خلاص. تمام. you want to book a ticket for the train from Cairo to Luxor. you are coming back on Thursday. تعال ان ترجم الموقف. انت تريد ان تحجز. تذكرة. تذكرة قطر طبعا. من القاهرة للوقصر. انت راجع. يوم الخميس. اه. الحيطة دي مهمة جدا. يبقى انت بتكلم البائع اللي هو. عشباك انت ذاكر. هتقوله ايه. ها. yes. great. سامع اجاباتكو. برافو عليكم. برافو عليكم زاكرين وشطار. وحتجيبه الفول ماركس ان شاء الله. ها. انت ترسل باقي. هتقوله ايه. can i book a return. ticket. to Luxor please. ممكن اعجز. تذكرة الذهاب وعودة. للوصر من فضلك. الدينية سهلة وبسيطة. عرفت ازاي ان هي. هي تذكرة ذهاب وعودة. هنا بيقول لي انت هترجع يوم الخميس. يبقى لازم اقول له تذكرة ايه ذهاب وعودة. a return ticket. خلاص? تمام. يبقى اقول له ايه? can i book. او can i buy. ممكن اشتري. عادي خالص. a return. turn. ticket. to. luxor. please. بحط القومة على طول ورا اخر حرف في الكلمة. واسيب مسافة وكتب please. وحط question mark. لازم اقفل جملة. ما سيبش الجملة ايه المفتوحة كده. لا. لازم اقفل جملة ايه المفتوحة كده. لا. لازم اقفل جملة ايه اراعي. ال punctuation marks. تمام. can i book او can i buy. a return ticket to luxor please. ايه سهل و بسيط عندي. حلف سؤال بطريقة سهل و بسيط. number six is the last one. you see a news report. about poor people. who live in asia. you would like to. be able to. help them. نترجم الموقف. كويس بالراحة كده هو. واحدة واحدة. انت شفت ايه تقرير اخباري عن الفقراء اللي بيعيشوا في اسيا. انت تريد ان تكون قادرة على مساعدتهم. يعني انت عايز سعيدهم. ممكن اهو. you تتحول لآي. you تتحول لآي. وتحل وتد كتب ايه. وتكتب اجابة. ممكن تعمل حل اخر في الموقف عادي. وتكتب. الحل اخر بتاعك. ممكن تقول ايه. I wish I could help them. اتمنى ان انا ساعدهم. خلاص. بنائم على فهل الموقف عرفت اكتب ايه. وايه الدنيا سهلة وبسيطة عندي. خلاص. تعال اكتبك انا مع بعض. I wish. التمني في المستقبل. يبقى I wish I could. I wish I could. Help them. اتمنى ان ايه. اساعدهم. I wish I could help them. باستخدم كود هنا هو مع wish. لما عبر على التمني في المستقبل. خلاص. تمام. ممكن اقول زي ما قلنا. يتحول I. I would like to be able to help them. الدنيا سهلة وبسيطة عندي. في عندي بداء للحال. خلاص. وكده انتهينا من حل سؤال المواقف. سؤال سهل وبسيط. ان شاء الله حنغط جميع اسئلة الامتحان. في كتاب المدرسة. البحية الموجودة في كتاب المدرسة. واشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير. من تعلم اليميزية مع مستر محمد سع. تحت الفيديو ده. هتلاقي صورة من ناحية التانية كلمة اشتراك لونها احمر. اه اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي جرس ظهر كده. اضغط عليه. لما تضغط عليها هتلاقي كلمة الكل مفوق او. اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي جرس عمل كده. معناها ايه الكلام ده. بعد انك فعلت الجرس. لما تفعل الجرس هيبقى عندك امكانية توصل لجميع اشعاراتنا. معناها ايه الكلام ده. معناها ايه فيديو جديد. هيظهر عندك في الموبايل على طول. لو انت مهتم في فيديوهاتنا التعليمية. واشوفكم على خير فيديوهات جاي كتير. مع السلامة.